تربية فإذا الأطفال هي من الأمور اللي الأهل كتير بتوجهوا لحتى ياخدوا توجيهات لحتى يعرفوا أكتر كيف يتعاملوا مع أطفالهم بأنماط متعددة خلونا نحكي أكتر بهذا الموضوع بمحورنا الأول مع ضيفتنا بالاستاديو المرشلة التربوية حالة حلوم أهلا وسهلا بحضرتك سعاد صباحك صباحكم يا رب صباح الخير أهلا وسهلا بحضرتك بداية حالة شفنا الاستطلاع وشفنا آراء الناس حكينا عن رأيك بالآراء المختلفة اللي شفناها بداية عندي آراء مماثلة صراحة لآراء الناس أنه التعامل مع الطفل العنيد أول شي لحنا لازم نلتزم الهدوء نحطضنه نحاول نحاوره نوصل معه أنه للشي اللي بده إياه وشو الأسباب اللي بيخليه أنه يتمسك بهالشي اللي بده إياه نحاول نعطي أكتر من خيار لطفلنا نخيره يعني نخيره أكتر من خيار نحاول نحن مثلا إذا كان معنا طفل عنيد ومستحبينه مثلا برحلة الأفضل أنه ناخد له معنا وجبات نكسر شوي روتيني الرحلي عن روتيني المنزل يتبع عدد من القواعد نحدث له قواعد محددة القواعد بتكون قبل الانطلاق يعني قبل التطلع بالرنبي ضمن خطة معينة بيهدو نحاوره نحاول دائما نطلع بابني أنا وعم حاكي أحيانا عندي طفل عنيد بيصرخ كتير أنا ما لازم صرخ فوق صراخه هيك تحتد الأمور أكتر وأكتر وكمان لازم يكون معتدلة مو أنزل دائما لرغباته فإذا ذكرت نقطة كتير مهمة التواصل البصري مع هذول الأطفال لحتى نحنا نكون قريبين أكتر منهم ولكن في أخطاء شائعة بالتعامل مع الأطفال سواء كان طفل عنيد أو شخصيته ممكن تكون شخصية أخرى منشوف نحنا منقول أو منسمع أنه لا تكون لينا فتعصر ولا قاسيا فتكسر بعض الأشخاص بيروحوا للين الزايد والآخرين بيروحوا للقسوة فهون نحنا خلينا نحكي أكتر بهيدا الموضوع تماما مثل ما حكيت حضرتك لا تكون لينا وهيك هيدا منسمين إحنا عنا تزبزب بالتربية يعني أحيانا بيكون الأهل قاسيين أحيانا بيكون مصاربين وأحيانا كتير لينين فالطفل هون بيكون محور العملية التربوية اللي حددها الأهل يعني ورغم هيك بيكون بحيرة بأمره أنه أنا ما عاد أعرف شو بدي أعمول إذا عملت هيك بدي يكون أبوي قاسي أو إذا عملت هيك بدي يكون لين الأهل يعني فلا لازم نحن نكون حافظين على مستوى معين بعدة أمور مثلا لينين بمواضيع محددة وصارمين بمواضيع محددة بس نحن نفهم هي لطفلنا حتى ما يوقع بحيرة يعني نبتعد قدر الإمكان عن التذبذب بالمعاملة مع أطفالنا هون عم نحكي عن الأشخاص اللي ممكن يواجهوا خلينا نقول طريقتين التربية المزاجية بالتربية تماما مزاجية بالتربية ولكن يعني كمان أنه في أهالي ممكن توفيهم أنه أي كلمة ممكن يحكوها وولادون مباشرة هن يسوى بالمقابل في أهالي أنه على كل شي رأ فهون كمان الصرامة والدماء تماما مثل ما حكينا هلا نكون مع أطفالنا بكل شي بالدماء هيدا مانو شي سهل أو خلينا نقول جيد تماما أول شغلة كلمة لا نحنا لازم نعرف أي ما تنازم نحددة حتى ما يكون إلى أثر سلبي عند أطفالنا إنه الكلمة لا تكون إلى وجهين يعني إنه مو لا يعني صارمة لا في أحيانا لا كتير لصالح أطفالنا نحنا لازم نفهمه لطفلنا إنه أحيانا لا لا تكون خير لإلك يعني بالحوار ودائما لما بوضع قيود لأبني أهالي كتير أهالي بيفكروا إنه أنا لما بخلي أبني يعمل اللي يبدو إياه أنا بكون هذا الشي لصالح دلال تدليل الزائد أو إنه ننزل لرغباتهم وأي شي بدهم إياه إنه هو الصح وهو اللي لازم يصير هون بيفكروا إنه أهل أهل إنه ابنهم مبسوط بصراحة الإبن ما بيمبسط بالحرية المستباحة بشكل مطلق يعني في أطفال كتير بيحبوا القواعد بيحبوا الحدود إنه بيعرفوا يشتغلوا تماماً بيصير عندهم نظام لحياتهم بيصير هني بيعرفوا شو لازم يشتغلوا مع أهاليهم أما لما بدي أعطي لأبني كل شي كمان طفلنا هون بيكون مانوا بحالة فرح عارمي يعني بيكون بحالة حيرة إنه أنا مثلاً كل شي بدي إياه بدي أعمله تمام معناتها ما في حدود حتى إنه ما بيكون هو المبسوط بينه وبين حاله أحياناً الإنجازات تعبر اللي بعبر عننا الطفل بتكون نازجة تيجة حياة منظمة روتين منظم فنحن لازم نكون معتدلين بين كلمة لا وبين كلمة إيه يعني مع أطفالنا أيضاً من الأخطاء الشائعة اللي ممكن الأهل بيوقعوا فيها هي التفريق بين الأطفال أو حتى بين الإخوات يعني هيداً بيعمل أيضاً أثر سلبي على الطفل من أسوأ الأساليب التربوية والأخطاء الفادحة اللي بيوقع فيها الأهل هي التفريق أول شغلة إنه كتير بتعمل حالة نفسية عند أطفالنا بيكون إلى أثر نفسي يعني سواء من قلق من إحباط من توتر غيرة حقد بين الأخوة من الأخوة أحياناً بيتمنوا إنه بيصير عندهم تصورات ذهنية خاطئة أطفالنا تجاه أخواتهم وأحياناً الأخ مثلاً أنا فضلت ابن على ابن أحياناً الأخ بيشعر بتأنيب الضمير إنه أنا والله ما إلي علاقة أنا أهلي يخلوني أنا مثلاً أعمل شغلة كذا أنا مدخلني إنه أنا ما بيتمنى كوني بيشيل المسؤولية عن حالة؟ تماماً وبيشعر بتأنيب الضمير هون بيعملوا شرخ بالعلاقة بين الأخوة إنه لا قدر الإمكان للاعتدال دائماً ننزل إنه نحط بعين الاعتبار إنه فيه رقبة فردية فيه تفاوت بالقدرات بالمهارات إنه نحنا لازم نحاول إنه حتى بعين الاعتبار بين أطفالنا حتى من ميز طفل عن طفل إنه ليك أخوك أشتر منك أو ليك أخوك سمع الكلمة أو ليك أختك أشتر منك لا هاي المقارنة كتير بتعمل أثر سلبي بنفوس أطفالنا بيصير عندنا الصحة النفسية عند طفلنا غير متوازنة بيصير عندهم كره أحياناً للأب أو الأم تماماً هون يمكن الأهالي بقصد أو بغير قصد يعني عم بيكونوا سلبيين نوعاً ما تجاه هيدا الطفل ولكن يعني كمان أحياناً المقارنة أو الغيرة الإيجابية إلى دور فكيف نحنا ممكن نفعل هيدا الموضوع من دون ما نوصل له لهيدا الطفل إنه أخوك أحسن منك أو مثلاً أنت أقل منه تماماً لما أنا بزرع عنده الدافعية أول شغلي بعز السيقة طفلي بنفسه مثلاً إذا ابني أخد درجة متدنية عن درجات أخوه ما في داعي لك أخوك أشتر منك هون خلص صار عندنا حالي نفسي متدنية لا أنا بقول إنه أنا واثقة فيك وأنا بعرف بالمرة الجاي إنه رح تكون أنت أفضل ولمتلك مثل أخوك بس يمكن أنت مريت بظروف أخوك ما مرفية هون بيصير عنده غير إيجابي في عنده تنافس محبب أنا رح تصير مثل أخوي بيصير عندنا هون نوع من معدل حسد الغبطة هاي إنه أنا بتمنى أني أنا أكون مثل فلان دافع دافع إيجابي أو غبطة إنه أنا بتمنى أخد الشغلات الإيجابية من أخوي لصير أنا مثله فلما بثير الدافعي عند طفلي وبقدر إنه هو عنده مواهب وعنده قدرات وعنده ملكات عقلية بدون محاسبه على أخطاءه أو على هفوات صغيرة أو دائما إني أنا حطه موضع صخري أمام الناس أو أمام أخوته نفسهم يعني فهون تتعزز ثقته بيحاول إنه دائما يقدم أفضل ما عنده تمام هون مبدأ المكافأة والعقاب يعني دائما الطفل اللي بيكون متميز أو شاطر خلينا نقول دائما بيكون إلو مكافآت معينة فوجود هيدا المكافآت وحرمان الطفل الآخر منا هل هي شيء جيد ولا إنه كمان ممكن يأثر على نفسيته حسب نوع العقاب استخدام العقاب أول شغلين تماما نحنا حكينا بحلقة سابق ممكن المكافآت هون قبل العقاب المكافآت إلى تأثير إيجابي بس مو دائما نحنا نستخدمها لأنه أحيانا الطفل بيعمل إنجازاته بس من شان المكافآة لا ياخد المكافآة مو من شان إنه مسيرته الحياتية إنه بالمستقبل شو لازم يصير لا أنا خلاص هلا رح أعمل إنجازاتي لعني أنا عندي مكافآة بيصير عدو الدافع فقط من شان المكافآة أنا بحاول إلي أدر تماما كذا مقايضة بتصير باقيكم هيك بتصير تماما أنا ما بقول هيك إلا إذا بيصير عنده الطفل يعني عنده نوع من الطمع الطفولي يعني حتى الطفل عنده زكاء بيقدر يستغل بيستغل أهله يعني إنه أنا بعملكم شغلة كذا بس بتعطوني أو بتخلوني روح أي تماما فلا ما في داعي أنا حط حالي بموقف ابتزاز من قبل طفلي بحدد أوقات للمكافآة وتدريجيا وبتدرج يعني بقيمة المكافآة وحسب العمل المنجز يعني من قبل طفلي إذا كنا نحن موضوع المقارنة بين الإخوات بالأسرة الواحدة أيضا بنسمع يمكن معرف إذا هي من نعتبرنا الأخطاء الشائعة أيضا إنه مقارنة طفل بطفل آخر من أسرة تانية من بيئة مختلفة هذا الشيء ممكن كمان يكون سلبي أو إيجابي صحيح أو لا؟ سلبيا أكتر من إيجابيا بيكون للأسف الشديد لأنه كمان الأهل هون إنه هني لازم يعرفوا إنه التربية بالقدوة مجرد أنا قارنة طفلي بالطفل آخر خصوصا إذا كان من نوع ممكن ابني بينزعج منه لهذا الطفل فممكن أنا ابني ينتقب مني بصير بيقارنني أنا كأم بأم رفيقه مثلا صحيح أنا ما عمل بس كمان أمه بتجيب له وأهله بجيبوله بجيبوله فأنا بحط حالي هون بموقف كتير صعب بقى بدي أتفهم ابني حسب عمره إذا كان من أربع لست سنوات إنه ماما كل الوضع الاقتصادي لكل حدا فينا ممكن يكون مختلف عن الآخر بدي أدى حياة جديدة مع ابني يعني لأني أنا بكون حطيت حالي بهالموقف أنا حطيت ابني بموقف مقارن فابني بدي رجع لي إياها إنه خصا إذا مع أهل رفيقه مثلا الأم إذا كان عمر أكبر بقى كيف يصير التعامل معهم؟ دائما فيني أحكي بقى عن أنواع الطبقات إنه المال مو كل شيء الحب دائما لازم احتوي ابني بالعاطفة ليك العاطفة والحب والغمر بعود ابني كثير عن كثير شغلات يعني وفيني أنا مثلا أعمل حركة حلوة لفتي صغيرة يأخذ ابني فتله بالشوارع في كثير ناس محتاجة مثلا ناس من طبقات متدنية فرجي لابني إنه أنا كمان عندي نعم غيري بيحسدني علي غيري بيفتقري يعني يعني في تفاوض بالطبقات إنه ممكن حدا أحسن مننا بس نحن ممكن نعود بإمكانيات تانية وممكن نحن نكون أحسن من غيرنا بس كمان بعلمه هون إنه يكون عنده فكرة عن الطبقات وإني حسبي غيري ممكن نساعد غيري كمان تماما هون عم نحكي يعني نحن عن الطفل عنيد بدو شغلتو بدو شغلتو يعني دائما يعني بتعاني الأمهات نوعا ما من هيدا الموضوع حتى مع وجود المبررات حتى مع وجود الأشياء اللي نحن ممكن نوصلوا ياهل الطفل ولكن طفل بينسا يعني بيتذكر هيدا الحالة يمكن يوم أو يومين بعدين بيرجع لنفس الموضوع لنفس البكي لنفس القصص اللي هو ممكن يعلق عليها وخصوصا عم نشوفها بالشوارع يعني ممكن يسبب إحراج لأمه أدام الناس فهيدا الموضوع كيف ممكن تتعامل معه الأم خصوصا أدام الناس أو المجتمع مثل ما حكينا أم شوية نبتعد عن الصراخ ما نحاول نعلي صوتنا إنه لا خلاص يسكوت إنه ممكن يعلي صوت الأم عن صوت الطفل لا اتجاهله شوي حاول حطله بدائل حاول حطله بدائل منطقية إنه مثلا الشي اللي يمتمسك فيه ابني وقدر الإمكان إنه أنا حاوره أتطلع فيه ليكي فيه زبزبات بين الأم وابني يعني بتوصل له مشاعر يعني هلا مثلا أنا ما بخلي حيحس ابني إني أنا كتير إنت حطيتني موقف محرج لأنه ابني إذا كان من نوع الزكي ممكن يحرجني أكتر وأكتر لا بحاول إتجاهله بحاول إنه هو مأسر علي حتى طبعا أكيد بيكون مأسر علينا ومكتر يعني تماما نفسيا تعاضي بس إيه تماما بس بحطله مثلا إنه سلوكك هاد ممكن يعمل عواقب فهموا العواقب اللي ممكن تحصل من ورا سلوكه وبحاول إني حط ابني بنفس الموقف اللي حطني فيه اللي حط حالك محلي ما متخيل إنه هيك لفترة إنه مثلا خمس دقايق غمد عيونك وهي أنت شو بيكون شعورك بحاول حسسه بهيك شوي إنه بالرفق اتجاهي أنا يعني بالحنية بحاول إني أنا استأثر عواطفه تماما ممكن نحصل على نتيجة بهيدي الحالة في نقطة كمان كتير منشوفها هي الطفل الصغير أصغر ولاد بالعائلة بين إخواته فهون بقى بتصير دلال الزائد تدليل الزائد فيه هون إنه هو مميز عن إخواته فكيف هيدا الموضوع إحنا بنوصل لأخوته الثانيين إنه هو الصغير أما بعرف يعني كيف طريقة التعامل ممكن تكون مع هيدا الطفل مع أخوته أيضا أنا براية إنه كمان نعتدل حماية الزائدة لأطفالنا وخصوصا إذا الأصغر والتدليل الزائد بقلوله آخر العنقود هو المدلل آمن لا ما أخذ حصة الكل إيه إنه بياخد حصة الكل فأنه نحنا هون بصير عندهم نقم الأخوين الأكبر وبيصير بيعملوا عصابة عليه وبيتطفقوا عليه وهون بصير الطفل الصغير بيزيده ممكن يجاكر وممكن لا نحنا هون بحاول نحنا نكون معتدلين لحماية كتير ولأهمال كتير ولتدليل زائد لأنه أنا لما بدي دلل ابن زيادة بديحصل على ابن عصبي عنيد أناني الأنانية كل شي بيحط إيده عليه هذا صار ملكه لا بحاول حبب إخواته فيه إنه أحيانا إنه أوكل إخواته مهام بتخصوا إله نوع من العناية والرعاية حتى ما الأخوين الأكبر منه أو الأخوي الأكبر منه يصير عندهم نقم عليه بحاول إنه أوكل لإلهم مهام وبالمقابل للطفل الصغير إن يعلمه الاحترام هادي احترام الأكبر احترام أخوته في ممكن بعض الحالات يصير فيه استغلال من قبل الأخوي الأكبر إنه باعتبار الصغير هو مباح لإله كل شي وبيحصل على كل شي بيطلبه هو بيكون وسيلة ليحصلوا علي بالدنياها بيستغلوا كوسيلة لحتى كمان هنه ياخدوا شغلات بالدنياها بس إنه أنا برأيي إنه الأهل لا يحاولوا قدر الإمكان المساواتي يعني لأنه يعني إذا تبر الأخوي الأكبر إنه هو الوسيلة فدائما بيكون عندهم نقطة ضعف إنه ياريتنا إحنا لو إحنا كنا العدد الأصغر خلصان إحنا منلاحظ إنه عندنا عقدة الأخ أو الإبن الأوسط أو البنت الوسطى يعني إنه عقدة الوسط اللي كبير هو الصاحب اللي سيطرة وكل شي لائده واللي صغير هو اللي مدلل والوسط هاي عقدة الوسط نحاول قدر الإمكان إنه نحن نعتدل من نحط أطفالنا بهاي العقدة يعني تمام هون ممكن كمان في حالات كتير يمكن نحن نشوفها الطفل الوحيد كيف ممكن نتعامل معه خصوصا إنه هو كل الدنيا إله خصوصا إنه هو بيعتبر كمان أهله هو الجماعة هو الأقران هو الأصدقاء بما إنه هو وحيد أول شغلي إنه لقدر الإمكان إنه خلي يطلع العالم الخارجي خلي يشوف العالم خلي يندمج بالأنشطة يشركوا بنشاطات حاول إنه قدر الإمكان يكون في عنده أصدقاء من كلا الجنسين يعني ما دائما يضل مع أهله لأنه هو أكيد ما رح يضل ببيئة أهله بدي يطلع خارج هيدا المحيط خارج هاي النوات مشان ما يصير عنده صدمة العالم الخارجي وخفف شوي إنه ملا أنه وحيد إنه كل شي إله مثل ما بيقولي الوحيد غالي بس المربى أغلى يعني إنه دائما لأنه أنا مستحيل أنا مثلا يطلع على المدرسة إنه والله يحصل على الدلال اللي حصل عليه من أهله بيصير هون عنده صدمة وعقدة وبيصير عنده انطوائية إنعزالية لا بحاول قدر الإمكان إني أنا كون معتدلي بدلاله مو كل شي بدويا مثل إنه لأنه وحيد لازم يصير أو خاف عليه الخوف الزائد كتير بيخليني إني أنا أحصل على الطفل مهزوز شخصيا لا بتعامل معه طبيعي أصلا بيوكله مهام بيصير بعمر خارجي يجيب لي غراد بيجيب لي غراد خارجي يساعدني لا بيساعدني سواء بنت أو صبي هون بتقلوا شخصيته أكتر حتى ما يكون مثل ما ذكرنا دائما ما بحسسوا إنك أنت وحيد لا أنت مثلك مثل نواما وبتطلع على الشارع وبتجيب الغراد وبشركوا بنشاطات وقدر الإمكان للأنشطة الاجتماعية إنه يكون عنده أصدقاء وأقرأ بالنسبة أيضا للوحيد ضمن الأسرة الواحدة يعني مثلا وحيد على بنات أو وحيدة على شباب كمان هون كيف بيصير التعامل مع هيدا الطفل؟ الوحيد على بنات أنا برأيي إنه كمان مثل ما حكينا إنه بس هون يدور الأب إنه دائما أنه يحاول ياخده معه مشان ما ياخد مجرد الأنخراط مع أخوته يعني نحن بنحصل ممكن على صفات إنثوية يعني عند طفلنا ممكن يكون أقرب للبنت أو إنه ليني كتير زيادة بتعامله مع الآخرين لا بحاول إنه الأب يكون إلو دور بترباية الصبي وإنه يكون مرافق لإلو يعني يحاول إنه دائما يزرع بصمته لأبليك الأب والأم مساوين كتير دوروا بمساوي كتير لبعضهم بالتربية أحيانا ملاحظ كتير من الأخطاء مثل ما حكينا إنه فيه أخطاء كتير من الأهل ومن إحدى الأخطاء إنه لما بوك المهام الترباية لواحد من الأهل كل حدا فقط مسؤول على التربية لا هون غلط خصاً الأم مثلاً بالمقابل الأم تكون كتير قريبة من بنتها لأنه البنت هي بتحس حالها ملكة نفسها أميرة البيت أميرة أبوها مدللة أبوها بس بتوصل لمرحلة لما بدها تقبل بدها تصير تقلد إخواتها باللباس بقصة الشعر حتى كمان نحن نتفادى هايدي المشكلة الأمت وكلها بمهام خاصة بالمطبخ بالشعر إنه مثلاً وتهتم فيها كأنثة يعني هون إحنا منكون عتدلنا ونحصل على صبي إنه إله شخصيت وإله كيانة رغم وجود الأنسة أو أخواته البنات وبالمقابل بنت نفس الشي يعني عنا كثير حلو نصائح أخيرة بتحبيت وجهية لكل اللي عم بيشوفونا بخصوصة هذا الموضوع ممكن ما ذكرناها بلا سيدي أو خلال حوارنا إنه نحن نبتعد قدر الإمكان عن استخدام العنف بالتربية مع أطفالنا ونحاول قدر الإمكان نحاورهم نسمعهم نوصل لمشاعرهم إنه للي شوفي جواتهم نكون قدر الإمكان الحضن الدافي لأطفالنا نحن ما يخافوا مننا لا نحن ما نكون نحن بالنسبة لإلهم بس مجرد خوف يحكولنا لا نكون نحن مجرد إنه نكون الأمان لأصدقاء لإلهم نحاول نكون معتدلين بالتربية ما يكون عندنا مزاجية بالتعامل مع أطفالنا ونكون دائماً الأب والأم مكملين لبعضهم بالترمية مع أطفالهم الأب يساوي الأم لأنه هن دائماً بمشوا باتجاه واحد وعلى مسيرة واحدة يعني قدر الإمكان نحاورون ونحضنون نغمرون ونبتعد عن القزوة شكراً كتير لإليك لهذه النصائح الأدمتية سهلاً فيكم سهلاً فيكم حالح اللوم ويساعد صباحك صباحكم يا رب أهلاً وسهلاً بلحضرتك نوات الصباح